قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق للحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعده قال الإمام المبارك عبد الله بن مبارك قال ما أعياني شيء ما أعياني أنني لا أجد أخا في الله ويقول الكلام ده عبد الله بن مبارك يقول أنا بحاول أبحث عن أخ في الله وكذلك قيل له قال له بعض أصحابه لماذا إذا صليت لا تجلس إلينا بتعودش معنا ليلة بعد ما خلص صليك ليه بتعودش معنا كده يعد ندرجة شوية يعد نتكلم يعني قال أنا أدخل أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أصحابي بتذاكر كلامهم أما أنتم فتغتابون الناس طرح نعاب مع بعضنا فهنجيبه في سير الده وفي سير الده وفي سير الده وده عمل وده راح وده جه وده خلى هو ده لقاء الناس أنتم تغتابون الناس وكذلك كان الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه يقول ما أعياني شيء ما أعياني شيء غير أني لا أجد أخا في الله أو لم يبقى من العيش إلا أخا تصيب منه دعوة صلى صالحة بيقول ما بقاش في الحياة حاجة مما يستلذ بها غير أنك أنت تلاقي أخ في الله يدعو لك يرافقك يصادقك يكون ناصحا لك مثل هؤلاء يُعض عليهم بالنواجز عن المرء لا تسأل وسل عن صديقه فكل قرين بالمقارن يُعرفه قل لي مين أصحابك أقول لك أنت مين ولذلك يبغي للإنسان أن يستكثر من صحبة الأخيار تحاول أنك أنت تعرف ناس صالحة كتير لأنهم دول الزخر الذي يبقى لك بعد أن تموت هؤلاء هم الذين يدعون لك وأنت بين أطباق الأرض على حد قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي مش أي حد تدخل بيتك ومش أي حد تأتي منه على أهلك لا تصاحب إلا مؤمنا لأن الصاحب اللي هو على رسم أهل الإيمان ده يحفظك في غيبتك قبل حضورك لا يرغ روغان الثعالب لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي راه أبو داود قال صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالر شوف بقى أنت بتصاحب مين ما هو الصاحب دا دا نسخة مكررة منك الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالر شوف بقى أنت بتصاحب مين شوف أنت بتصاحب مين لازم إخوانا الإنسان ينتقي كما قلنا أصحابه كما ينتقي أجاود الطعام شوف أنت يكون عايزة تأكل بيتناء أفضل أكل تأكله كذلك الأصحاب أن هذا الصاحب كما قلنا ساحب حتى يقولون في الأمثال الصاحب الساحب والصاحب هذا الصاحب من مجل الإنسان أن يستكثر من صحبة الأخيار الأفاضل للطيور على أشكالها تقع كما يقولون ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره من لم يعتبر بغيره صار هو عبرة لغيره فمن صاحب الصالحين نال من بركتهم من صاحب الصالحين نال من بركتهم انظر إلى كلب أهل الكهف هذا إخوانا كلب لكن هذا الكلب لما صاحب أناسا صالحين ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وانظر إلى كما قال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كلب أخوانا كلب لكن الكلب ده لما كان في رفقة وفي صحبة أناس من الصالحين ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم فكيف بمصاحبة أهل الإيمان وبمصاحبة الصالحين انظر كذلك إلى حمار إلى حمار العزي ده حمار يا أخوانا حمار لكن هذا الحمار أيضا لما صحب رجلا صالحا ذكره الله في القرآن قال تعالى وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك حمار فيخوانا الإنسان ينبغي عليه أن يصحب الصالحين اصحب الصالحين وإن لم تكن منهم فإن الله لما أحيا عزيرا أحيا معه حمارا أنت بقى بتصحب مين أنت بتصحب مين هم أصحابك قل لي مين هم أصحابك أقولك أنت مين يبغي أن الإنسان يا أخوانا نحاول بقاعدة المستوى أنه ينتقي أصحابك شوف الصحب ده الصحب ده بيحضك على الخير أصحابه بيحضك على الشر ويأزك على الشر أزا اجتنبه ابتعد عنه لا تصاحبه لا تصادقه الصحب الصالح بينفع يا أخوانا ينفع في الدنيا وينفع في الأخيرة وانظر كذلك إلى قوره عليه الصلاة والسلام كيف سحابه بخير من حديث أبي هريرة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لأن تصحب الصالحين تنال من بركة هؤلاء الصالحين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صحبة الصالحين وأن يجنبنا وإياكم صحبة الأشرار الفجار أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة